أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن مستمر في دوره التاريخي والديني في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات لا يفثني لأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الحل النهائية باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة وكان أوجاء ذلك خلال لقاء جلالته في نيويورك مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أودري أوزلاي على همش اجتماعات الدورة الثالثة والسبع للجمعية وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية دور اليونسكو في حماية مواقع التراث العالمية المهددة بالخطر ومنها البلدة القديمة للقدس وأسوارها من جهتها أشادت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بدور الأردني البناء في اليونسكو وما يبذله من جهود إزاء جميع المواضيع المطروحة خصوصا القدس وحماية التراث ونشر العلوم وفي لقاء آخر بحث جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الألباني إيلرميتيا العلاقات بين البلدين وسبل توسيع مستويات التعاون بينهما في شتى الميادين خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصحية والسياسية وجذب الاستثمارات وتطرق اللقاء إلى مسجدة الأوضاع في المنطقة كما تناول جهود الحرب على الإرهاب وتطرف ضمن نهج شمولية حيث أعرب جلالته عن تقديره لألبانيا على استضافتها في حزيران الماضي لقاء دوليا في إطار اجتماعات العقابة لمتابعة بحث وتنصيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب موسيقى